تصم عدد من موظفي الأقود والأجراء اليوميين في مدينة الموصل التبعين لوزارة الصناعة والمعادن احتجاجا على عدم شمولهم بقرار 315 المحتجون أكدوا أن خدمة معظمهم تخطت الخمسة عشر عاما لم يتم انصافنا على قرار 315 ولا على قرار التثبيت اللي عنده خدمة خمس سنوات يعني احنا اقل واحد عنده من خدمة من عشر سنوات إلى 14 سنة لم يتم انصافنا على قرار 315 في كافة الوزارات وفي كافة الدوائر الحكومية لحد الآن ما ثبتونا ويجبون الموظفين بالواسطات فما يريدون يثبتون الا يثبتون الكل القدامة والجدب ووقفوا تعييننا ووقفوا تثبيتنا وإحنا صارنا سنتين بلا رواتب هاي السنة انطلنا خمس رواتب يمكن على سبعة وتسعين زيان احنا من العام موقعنا على مية وخمسين ألف قالوا تاخذون مية وخمسين ألف ليش اطلنا سبعة وتسعين يعني احنا اقل اجر خدمة 12 سنة والعقود في مصنعش سنة وليها السنة لا تثبيت ولا راتب هاي من 2011 شكرا بلا راتب يعني هاي 2021 بس خدمة الخمس تشرب وعالمية راتبنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة